هي منطقة اللي عم نحك عليها اللي هى منطقة اللي فيها البيئرد بارك حديقة الطيور فيها جمع مباشرة اسمه بيترفلاي بارك اللي هو حديقة الفراشات فيها كمان متحف الإسلامي فيها كمان شي اسم متحف شرطة تقريبا وفيها شي اسمه المسجد الوطني وفيه كمان عنا شغلة تانية قريبة منه اسمه الناشونل اللي هو فيه شئ اسمه تمثال الوطني سيكلها بنفس المنطقة المشي بناتهم تريدها تكون 10 دقائق ربع ساعة بالسيارة الدايئة ليس أكثر منطقة سياحية درجة أولى هذا نحن راحين على شيء اسمه المسجد الوطني اللي هو اسمه موسكنيجا هذا هو اسمه المسجد الوطني مسجد ضخم جدا في كوالالمبور المنطقة السياحية كبيرة جدا كمان حانتو خاضن شوفو من جوه ندخل هون مكان مكتو اول شيء مكتو اول شيء معناه انه يصبح فيه فيارة حالي بعدين في هون محطة اللي هي عتان يلبسوا روب وحطوا الأحزية هون كمان حالاتي لابس شورتكنت هلأ بيعطوك مثل فوطة او ميزر تلبسوه عشان تم تكون بالمسجد وهذا هو المسجد لسا ما دخلنا علي ولكن هاي ساحات المسجد شيء خورا نحن الآن في داخل ساحات المسجد الوطني مسجد ضخم ساحات جميلة شيء بيعطي انطباع ممتاز السياح عن انه الاسلام بيهتم اصلا بالنظافة والجمال والروعة والفخامة المكان لان احنا دين نظافة احنا دين الاسلام اكتر دين مشجع عن نظافة بين كل الهديان لما يجو من عنحاء العالم ويشوفو هالنوع من المعمارية صراحة الراقي جدا اكيد هذا اصر ستكون كتير كبير ونعطوهم امتباع كتير منيح عن الاسلام الساحات كما شايفين كل المساء المجبورات او بالأحرى لازم سايدوا دخلوا على المسجد انه يتحجبوا مو بس هي العباية كمان حجاب الرأس وندخل هلاء بجوة طبعا ممنوع دخول غير المسلمين هذا هو الجامع اه يعني صراحة شيء يبعت على الفخر شيء جميل جدا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن شيء فخر وشيء راقي شيء يبعت على الفخر فأنا لما تشوف غير المسلمين جايين لهون لا يعرفوا مدى روعة هذا المكان هون جلسة القرآن الكريم مسجد مسجد مريح جدا مسجد ما شاء الله متعوب علي كما شفنا بره بره في ساحات كبيرة ما كنتش تخدم وقت الصلاة في حال تحتاج وقتها من هين فما شاء الله تبارك الرحمن مسجد ضخم مسجد رائع أه 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 الحلو في المسجد الوطني التفاصيل الجميلة والرائعة أعطي منظر جمالي ممتاز للمسجد شايفين كيف السخارف الغير يعني بصراحة أعطي منظر جمالي ورائع ونفسه أعطي الشعور بالفخامة اه والاعتناء تفاصيل واضحة وصدقه ولا تصدقه ما في مكيفاتهم كلها مراوح هو الجو صراحة جميل يعني الجو داخل المسجد لا تكون بارل ولكن لا تكون بارل نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماتيو 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 أشتركوا في القناة أعتقد أنها تفاصيلة في المسجد في مقاطق أولا ما تعتقدت عن حجاب تفاصيلة في المسجد للمسجد ما تعتقدين عن حجاب وكيف تعتقد أنها تفاصيلة؟ كيف تتفاصيلها؟ أوه أبدا أعتقد أنها تفاصيلة لكنها لا تفاصيلة وحسن لا أشعر كيف تفاصيل كيف تفاصيل كيف تفاصيل كيف تفاصيل تفاصيل انه أي شده كما نظر و نبه أهلاب أن يشدك و نزيد طريقك و لا يود approval هم جميلة! إنه جميل صدف مختلفين صدف مختلفة عنهم كما نجمل لإمكانك مسكرية تجلسلكيي البصات والتأكدير يجب أنظر روبذي ماذا تفظو ماذا تفظو أكثر على الظام الوسلي؟ إنه الأمر جميلة، ويسألتا هنا افتحة بشغال حقيقة ماذا تفظوح مع الراحة ما لاحقا شهادة في المدين؟ إذن الله سيساس؟ ما ماذا تفظون عن وال报 أخبر في المدين إنهم أجل في المدين لاحقا ملكون إنها شيئا جدا أعتقد أنه مختلفة عندما ترونيه في تفديو وما يتعرفون في تفديو حقيقيًا هذا ما يحدث مجانا لدينا شخص مجردين نفسنا نقاتل إسلام إساس لدينا نبافرهم من أحد أحد لأنهم ليس مسلمون يتحطون أن يجعل الإسلام كبيراً وخطوى وكما ترى هنا أنه مجرد الإسلام إنه كل شيء يتحدث بحقًا وحقًا وحقًا بكثيرًا أريد أن أشكركم بكثيرًا وحبًا إلى ملاشيا أتمنى أن أتمنى أن تشعر بكثيرًا تستطيع أن تذهب إلى المسلمين ونحن لا تشعر بكثيرًا أتمنى أنت في ملاشيا السلام عليكم